تبالكم تجمهر عدد ضغط انا عايز حقي انا شايف ده حقي الوطة بتعالة وراحت اخدقلك ايه? قالك الدخلية اللي ادخلت عشان تجيب لي المعاب مع رئيس مجلس النواب ولازم اعب مع رئيس الوزراء قبل خطة الحكومة عشان لما يدخل مجلس النواب يدخل مجلس النواب وحاطت مشكلتي في خطته ويعلن امام مجلس النواب حيعمل فيها ايه? وإلا بعد كده احنا بقى حنتحرك حقاين حمش لقيم ناكل ناس ايضا عندها مشكلة ناس ايضا عندها مشكلة مجلس الوزراء بيستعد للقاء مجلس النواب ازاي حضراتكو? رئيس الوزراء بيقابل مجموعات النواب من كل محافظة الوحدة يعني هو داخل بخطة الحكومة في 27 مارس بس انا عجبني اقوي الاستعدادات اللي بيعملها كل كم يوم يروح مقابل نواب محافظة كاسم نواب يعني قابل النهاردة نواب محافظة سكندري وبيعب معاهم وبيقول لهم الخطة يعني لهم احنا بيقولوا ان هم بيطلعوا على اراءهم ايه بس من الواضح انه بيستعرض معاهم ما يخصهم والخطوط العامة لانك انت مش معقول حتكون نائب ورايح تقعب مع رئيس مجلس الوزراء وحتقعد معاه وما يقولكش هو بيفكر في ايه وبيفكر ازاي في حل مشاكل مصر فهو بدأ خلاص خطة الحكومة اصبحت معلنة وعمل يقولها لنواب مجموعات مجموعات ليه علشان برضو اراء بطلقوا الحلقات في بعض علشان لو دخل رئيس مجلس الوزراء بخطة الحكومة بتاعته يوم 27 وحس اي نائب في اي محافظة وحس اي محافظة ان حقها مهضوم ورفضت ان هي تدي الثقة في خطة الحكومة حتسقط الحكومة فورا تسقط الحكومة وهم جربوا قانون الخدمة المدنية هم جربوا قانون الخدمة المدنية وبالتالي لقاء الخدمة المدنية دخل تاني ولا باقية القوانين ومن ضمنها ضريبة موحدة وحواديد كده دخلة في الفترة كل دنيم الوقتي لديت لما ناخد الثقة وتخش الحكومة وتتكلم ولكن ايضا الى جانب ده رئيس الوزراء بيقابل ناس تانية بيقابل رأساء التحرير بدأ يقابل الصحفيين فهو كده شغال على حكتين شغال على الاعلام الذي سينقل الصورة واستحدث عن ما يحدث وبيحاول يفسر لهم ويقول لهم ايه اللي بيحصل ورؤيته ايه وبيجاوب على اسئلتهم وده شيء من المفترض انه يتعامل على الاقل مرتين ثلاثة في الشهر من رئيس الوزراء وبيقابل النواب وبيحضرهم فعلى ما يدخل البرلمان حيكون البرنامج بتاعه معروف وجاهز وخطوته معروف وحيكون عالف اراء الناس بتوع المحافظات النواب اللي جايين بمشاكل محافظاتهم وحينقشو فيها استعدادا ل27 مارس